انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة بهذه الكلمات وصف الصحفي معتز عزيزة قطورة الوضع وما تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة على حسابه على انستجرام وعلق الصحفي معتز عزيزة على ما يعتز في غزة وكتبه انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة لقد نقلت بما فيه الكفاية وأشهد الله أنه كان لواجه ولخدمة وطني نعيش الآن تحت بداية حصار داخلي لا يمكننا الخروج سواء باتجاه الشمال أو الجنوب الدبابات الإسرائيلية تحصل المنطقة الوسطى من الشمال والجنوب ودعونا مأساوي لأبعد مما تتخيل تذكر أننا لسنا عبارة عن محتوى للمشاركة نحن شعب يقتل وقضية نحاول أن لا تمحى عن الوجود وسبق له وعبر عن ما يحدث في غزة وقال تعطل الإنترنت مرة أخرى وصدقني أو لا تصدقني كنت سعيدا وأضافة لأن بعد ما قدمنا للعالم لم يعفت أحد شيئا الناس شاركون قصصي وصوري والمنشور الثاني لهم هو الاستمتاع بوقتهم لذلك ليس هناك حاجة لمشاركة أي شيء لا نريدش فقطكم وكانت إسرائيل قد قصفت منذ أيام منزل عائلة معتزع زيزة مما تسبب في فقدانه 15 فردا من أسرته معتزع زيزة دائما يوصق لحظة بلحظة من الأحداث الجارية في غزة منذ 7 أكتوبر